الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 6 ديسمبر الليلة سنناقش الجبهات خيرسون، زابوروجي، أفدييفكا باخوت وكوبيانسك أحبائي سنبدأ مباشرة بجبهة خيرسون ولكن قبل ذلك لا تنسوا رجعنا الانضماء بالقناة والوضع الإعجاب على الفيديو سنبدأ مباشرة من جبهة خيرسون في جبهة خيرسون القوات الأوكرانية هي ربما تعتبر جبهة خيرسون الوحيدة الجيدة بالنسبة لها الوحيدة حيث تضغط القوات الأوكرانية بشكل أفضل من بقية الجبهات حيث تتعرض القوات الأوكرانية لخسارة متتالية في بعض المساحات في جبهة خيرسون ماذا لدينا؟ القوات الأوكرانية منذ فترة ليست ببعيدة استقدمت بقوة ضاربة من محور جنوب دونياتسك الألوية 35, 36, 37, 38 من محور جنوب دونياتس تم استقدامهم إلى خيرسون وشكلوا قوة ضاربة وهي ألوية تابعة للبحرية الأوكرانية طبعا تم استقدامهم إلى المنطقة تم نشرهم بداية في هذه المنطقة كورب ميكولايف وبدأ لاحقا إرسالهم إلى الجبهات توزعت الألوية توزعت الكتائب نحن نتحدث عن 6,870 جندي وعدد ضخم من الدبابات طبعا أحبائي إضافة إلى المركبات والمدفعية بدأت القوات الأوكرانية بنشرهم وبدأت عمليات التقدم باتجاه خيرسون استطاعت القوات الأوكرانية خلال هذه الفترة السيطرة على هذه المساحات باللون الأصفر كما تشاهدون على هذه الضفاف وأنشأت موطق قدم لها في العديد من المناطق ومؤخرا بدأت بهذه المنطقة مقابل أولا بريستان تحاول القوات الأوكرانية في هذا المحور يعني لديها يربما يترى المحور الأخير أو المحاولة الأخيرة حيث تستطيع القوات الأوكرانية أن تثبت نفسها أنها تستحق المساعدة العسكرية طبعا خلال معركة باخموت رأينا كيف حاول الأوكران الترويج لنفسهم أنهم يحتاجون للمساعدة العسكرية لتحقيق الناص يحتاجون لمساعدة العسكرية للصمود لاحقا وبالأمس كانوا يحتاجون الأسلحة لشان يوجون مضاد واستعادة السيطرة المناطق من السيطرة الروسية ويقولون أنهم بحاجة وإلا سينتهي الأمر بهزيمة وهو من قاله البيت الأبيض يدركون أنه عدم تسليح أو عدم تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية يعني هزيمة في أوكرانيا وأنه لا يمكنهم السماح بذلك بما معناه وبالتالي الجميع يدرك أن أي وقف أو قطع للمساعدات العسكرية الأمريكية باتجاه أوكرانيا هو كارثة بالنسبة للأوكران وكارثة بالنسبة لمن هم خلف الأوكران ماذا تفعل القوات الأوكرانية وماذا ستفعل وما هي احتمالياتها في هذه المنطقة القوات الأوكرانية ديها العديد من المناطق التي تشن عبرها هذه الهجمات بداية نوفاكا خوفكا سنقول رقم واحد باتجاه كرينكي اثنين باتجاه منطقة كوزاتشي ثلاثة باتجاه بدستيبني أربع باتجاه بشانيفكا خمسة باتجاه أوليشكي ستة وباتجاه أوليبيستان سبعة وأيضا وأيضا الأهم باتجاه منطقة أوتشاكيف في هذه النقطة هي النقطة رقم ثمانية طبعا حاليا القوات الأوكرانية تهاجم بقوة بدأت بالأمس استقدمت اليواء 37 إلى هذه المعاطق نقلت مجموعات اليواء 37 و38 إلى كرينكي نقلتهم من هذه الضفة باتجاه هذه الضفة حيث تسيطر القوات الأوكرانية هنا وبدأت القوات الأوكرانية برفض هذه الجبهة طوال الوقت كانت تقوم برفض الجبهة بالمزيد من العناصر رغم الخسار ولكنها لا يمكن كانت أن تخسرها نتيجة كي لا يتم الاعتراف بأنها خطوة خاطئة رأت القيادة الأوكرانية أنها خطوة صحيحة هي المكان الوحيد الذي حققت فيه تقدم والتالي يجب الحفاظ عليه ولو كلف ذلك مجموعات وكتائب من الألوية وحاليا القوات الأوكرانية ترسل مجموعاتها إلى منطقة كرينكي وتحاول السيطرة على خط الإمداد هذا خط الإمداد باللون الأصفر كما تشاهدون هو خط الإمداد بين المجموعات الروسية أحد خطوط الإمداد وبالتالي تحاول وصول إليه قطعه وبالتالي دفع مجموعاتها في هذه المنطقة إلى هذه المناطق بمعنى وجوم متوازن تقوم فيه القوات الأوكرانية بقطع الإمداد والوجوم على الخطوط الأمامية السيطرة على هذه المدن في الخطوط الأمامية والتمركز بها ومنع القوات الروسية من استعادة السيطرة عليها ولكن الخطة كانت ناجحة بمكان ما وفاشلة بأماكن أخرى حتى لحظة استطاعت القوات الروسية صد كامل هذه المجموعات عند الدفاعات هنا إضافة لذلك الخارق الوحيد الذي حصل هو في اتجاه كرينكي تتعامل معه القوات الروسية ماذا ستفعل تاليا القوات الأوكرانية تاليا ستقوم القوات الأوكرانية ربما بعمليات انزال باتجاه أوتشاكيف طوال الفترة السابقة كانت القوات الأوكرانية تستطلع الساحل ستكون بعملات انزال ربما عبر طائرات عبر زوارك سريعة تحتاج إلى عداد كبيرة لتنفيذ عمليات الانزال لهذه باتجاه الشواطئ أنا أيضا قد رسمت سابقا لكم الدفاعات الروسية هذه الخطوط الحمراء هي دفاعات روسية وبالتالي القوات الروسية قد جهزت الدفاعات وأبقت على العديد من الألوية والفرق العسكرية الموجودة هنا كي تحافظ كي لا تخسر أي قطعة من خيرسون من الضفة التي تسيطر عليها بخيرسون وبالتالي المعركة حاليا ستكون ربما في هذا الاتجاه مهمة بالنسبة للأوكران عادية بالنسبة للكوات الروسية ولكن بما أنها مهمة لأوكران فسيحتاج الروس إلى أن يضيفوا مزيدا من الانتباه إلى هذه المنطقة كي يفشلوا خطة الأوكران وبالتالي لا يعد لديهم أي منطقة يمكنهم فتح جبهة بها أما في اتجاه أوريخيف زابوروجي فرغم أن القوات الأوكرانية كانت ترسل تعزيزات باتجاه روبوتيني وتحشد في هذه المنطقة إلا أن القوات الروسية اندفعت في يومين الماضيين واستطاعت السيطرة وتحسين ظروفها في اتجاه فيربوفي كذلك تندفع بهجمات باتجاه هذه المنطقة وبالتالي الدفاع الموجود في هذه المنطقة يعي الروس أنه يمكن الاتماد عليهم نتيجة الحشوط الضخمة والفرق العسكرية الكثيرة التي تم رسالها في الفترة الماضية إلى جبهة زابوروجي وبالتالي لا تشكل خطرا عليهم القوات الأوكرانية الموجودة هنا أما في حجنود دونياتسك فالقوة التي نقلتها القوات الأوكرانية من هنا إلى خيرسون فقد أحدثت فراغا كبيرا في هذه المنطقة وحاليا تقوم القوات الروسية بهجمات باتجاه ستروميوسك في محاولة لتطويق المجموعات الأوكرانية الموجودة هنا من كل هذه الجهتين والابقاء على الحالة نفسها فيما تستمر العمليات العسكرية في أفدييفكا وطبعا يريد الروس السيطرة على كامل هذه المنطقة كما سبق وقلت لكم يريدون الوصول إلى كوراخوفي يريدون السيطرة على كامل هذه المنطقة وتسجل عمليات العسكرية على طول هذا الخط في اتجاه نوفا من خليفكا وصلت القوات الروسية إلى مشاريفها على المعارك في محيط مشارف البلدة إضافة لذلك مارينكا اقتربت القوات الروسية من السيطرة عليها بشكل كامل ولكن حتى اللحظة لسيطرة كاملة وهو ما أريد تنبيهكم إليه الرجاء أن تعوا من تتابعون كي لا تقعوا في الأخطاء كي لا تكون معلوماتكم خاطئة في اتجاه كراسنوريفكا أيضا تقترب القوات الروسية ولكن العمليات متوقفة حاليا في اتجاه نيفرسكوي بدأ الهجوم صباحا أما في اتجاه بيرفومايسكي فالأمور على ما هي عليه في اتجاه أفدييفكا أحباهي كما رأينا العمليات العسكرية مستمرة تضغط القوات الروسية بكامل ثقلها في هذه المنطقة ولكن نتيجة تكثيف العمليات العسكرية في العديد من المحاور نقلت القوات الأوكرانية عدد ضخم من الألوية والتشكيلات سبق وقد ذكرتها إلى منطقة أفدييفكا وبالتالي تعمد القوات الأوكرانية إلى نقل تشكيلات من المحور إلى آخر وبالتالي هذا يؤثر على مهمة القوات أو على قوة القوات الأوكرانية موجودة في ذاك المحور إضافة لذلك رغم محاولات فتح جبعة أورليفكا في هذه المنطقة لم تصفر عن نتائج مرجوة حتى اللحظة إلا نراكب الوضع بدقة في هذا المحور أما في اتجاه بخمت فتسعى ربما القوات الروسية إلى أمرين ربما إلى فعلا إهام القوات الأوكرانية أنها ستهاجم باتجاه تشكيفيار ولاحقا تتوجه إلى كراماتورسك أو كوستانتينيفك أو دوزيفك أو دوريتسك أو ربما باتجاه ستافيانسك أو باتجاه سيفيرسك كما نشاهدنا اليوم هجوما ضخما من أدة كرة باتجاه محور شمالي بخمت وبالتالي المعركة مستمرة والروس يضغطون بكافة الاتجاهات يحاولون تشتيت القوة الأوكرانية تشتيت التركيز الأوكراني ولكن يبقى التركيز الأوكراني موجودا في خيص حيث هو فرصتهم الوحيدة أي بين النجاح في هجوم والحصو على الأسلحة وبين أن يخسروا مزيدا من المناطق أما في اتجاه سيفيرسك فهناك حديث أن القوات الروسية تقدمت ولكن حتى اللحظة ليمكن تأكيد أين تقدمت وأين بالفعل لذلك لم أعدل خريطة السيطرة ربما في الفيديو صباحا قد يكون هناك معلومات متعفرة أكثر في حال كانت عن معلومات صحيحة أما في اتجاه كوبيانسك وكريميناية فقد نقلت كما قلت لكم القوات الأوكرانية مزيدة من التشكيات العسكرية وحاليا تضغط القوات الروسية على كافة هذه الجبهات وتضغط بشكل كبير وفعال ولكن حتى اللحظة لم يكن هناك أي تقدم اليوم ربما هناك جايزية لأمر ما أحباه هذا كان كل شيء حتى اللحظة أي جديد سوافقكم به شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة